سعيد من مصر بارك الله فيه يقول ما حكم الحكم على الشخص المعين بالكفر أو الفسق سعيد من مصر بارك الله فيك القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة عدم الحكم على المعين بالكفر إلا من حكم الله عليه سبحانه وتعالى أو حكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أحيانا قد يرتكب المسلم ما يكفر به ولا يكفر وسبب ذلك وجود موانع وجود موانع إما الإكراه مثلا وإما الجهل وإما التأويل كما ذكر ذلك أهل العلم ولذلك أخي الفاضل أشكرك على هذا السؤال وأنبئ إخواني وأخواتي بالحذر من إطلاق التكفير على الناس يتقون الله عز وجل في ذلك ويخافون أيضا من الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فكلمة خطيرة ولذلك الإنسان يجب عليه أن لا يلجأ إلى مثل هذه الأحكام على الآخرين وعليه أن يخاف أن تعود هذه الكلمة عليه إذا كان من أطلقت عليه لا يستحق هذه الكلمة وأحيانا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل أحيانا يفعل الإنسان فعلا هو كفر في الظاهر لكن لا يكفر أو يقول قول مثلا هو كفر في الظاهر لكن لا يكفر بمعنى أنه أحيانا الفعل كفر لكن الفاعل غير كافر القول كفر لكن القاء الغير كافر ما هو السبب؟ السبب وجود موانع أو عدم توفر الشروط أيضا ولأجل هذا مسائل التكفير لا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم خواص أهل العلم وليست هي يعني مرتع مباح لكل أحد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من إطلاق كلمة الكفر على المسلمين كذلك الفسق عندك يا أخي الفاضل الكفر التكفير والتبديع والتفسيق بابهما واحد فإذا قلنا في هذه نقول في هذه أيضا فلذلك يحذر المسلم من هذا ولأجل هذا نجد الفقهة يحيلون مسائل التكفير إلى القضاة إلى القاضي لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه أحكام خاصة وأحكام عامة وأشياء كثيرة ويحتاج أيضا إلى استفسار واستيضاح عن ما هو المهيج والدافع والسبب الذي جعله يقول كلمة الكفر فأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين ترجمة نانسي قنقر